ونعم القصة ليست متعلقة فقط بالمساعدات العسكرية قبل قليل قامت وزارة الخزانة الأمريكية بإعلان فرض عقوبات على بنك تجاري روسي يدعى Transcapital Bank وعلى شبكة مكونة من 40 فردا يتزعمهم الأولوغاركي الروسي كوستانتين ماليوفييف هذه أحدث العقوبات الأمريكية التي تفرض على منشآت مالية ومصارف وأفراد في روسيا وهذه تأتي في سياق العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على قطاع المالي والاستثماري والاقتصادي في روسيا بهدف الحد من القدرات المالية للقيادة الروسية في استمرارها بالحرب الدائرة حاليا في أوكرانيا ولكن فيما يتعلق بالأسلحة كانت فيكتوريا نوند مساعدة وزير الخارجية الأمريكي قد صرحت صباح اليوم بالتوقيت المحلي أن الولايات المتحدة مستمرة بتقديم كل الأسلحة التي يتطلبها الجانب الأوكراني في سبيلهم يعني في سعيهم للدفاع عن أنفسهم ضد الحرب التي شنتها عليهم روسيا وهي تؤكد أن الأسلحة التي سوف يتم توفيرها ستكون متنوعة وذلك لاختلاف وجديدة وذلك لاختلاف طبيعة الحرب الدائرة حاليا على الأرض في أوكرانيا وهذا يعني أن الولايات المتحدة ستقدم نوع جديد من الأسلحة لم يسبق للأوكرانيين التعامل معه قبل ذلك ولم تقدمه الولايات المتحدة من قبل وماذا عن عملية التدريب على هذه الأسلحة سوية؟ نعم هذه هي نقطة التي كنت أود أن أتحدث عنها هذه الأسلحة لم يسبق للأوكرانيين التدريب عليها لأنهم تدربوا تاريخيا على الأسلحة السوفياتية الصنع وروسية الصنع وبالتالي فسوف تقيم الولايات المتحدة مراكز تدريب في دول الجوار أو حتى في ألمانيا حيث توجد قواعد أمريكية موجودة في ألمانيا وفي رومانيا وفي بولندا ويمكن أن يتم إخراج مقاتلين أوكرانيين وإرسالهم إلى أحد هذه الدول لتلقي التدريبات اللازمة على هذه الأسلحة الجديدة التي سوف تقدمها الولايات المتحدة وستكون هذه أسلحة نوعية قد تحدث نقلة نوعية في المعارك الدائرة في الأراضي الأوكرانية الولايات المتحدة حتى اللحظة تصر على إرسال أسلحة فتاكة دفاعية هذه هي النقطة المهمة حتى الآن لم تتغير هذه السياسة ولكن هناك حزمة من 800 مليون دولار حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 800 مليون دولار وهذا يعني أنه من الممكن أن تشهد هذه الحزمة الجديدة من خلال الأسلحة الجديدة التي سوف يتم توفيرها أسلحة قتالية أسلحة هجومية وهذا يعني تغير كامل في الاستراتيجية الأمريكية في دعم الجانب الأوكراني في هذه الحرب الدائرة منذ نحو شهرين حتى الآن هناك تشاؤم أمريكي من نتائج المفاوضات الروسية الأوكرانية حتى الآن سهيل هل من جديد في تصريحات حول هذا الموضوع؟ بالتأكيد هذه كانت تصريحات لفكتوريا نولد مساعدة وزير الخارجية الأمريكية التي قالت أن الجانب الروسي من خلال المفاوضات لا يضغط من أجل الوصول إلى حل أنه يضغط من أجل الحصول على استسلام من الجانب الأوكراني وهي تؤكد أن هذه ليست هي الطريقة المثلة لدخول في المفاوضات المفاوضات تهدف بتنازلات من الجانب الآخر ولكن روسيا لا تريد تقديم أي تنازلات كل ما تريده هو استسلام من الجانب الأوكراني مقابل أن توقف عمليات الهجوم والعمليات العسكرية داخل أوكرانيا وهذا ما ترفضه أوكرانيا وما ترفضه الولايات المتحدة أيضا ودول الغرب لأنها تعتبر أن في حال إعلان روسيا الانتصار هذا يشجعها على أن تسلك نفس النهج مع دول أخرى هناك دول كفنلندا وكالسويد الآن بصدد الانضمام لحلف شمال الأطلسية النيتو إذا نجحت روسيا في أهدافها وأعلنت انتصارها في أوكرانيا هذا يعني أن السيناريو قابل للتكرار في كل من فنلندا والسويد وهذا ما لا ترضى به الولايات المتحدة وحلفائها عبر الأطلسي وحلفائها حول العالم لا أحد يريد أن تكون هناك روسيا تقوم بأعمال عدائية ضد جيرانها بسبب أن هؤلاء الجيران قرروا أن يدخلوا في تحالفات مع الدول الغربية وهذه هي النقطة المهمة التي كانت فيكتوريا نورلي تتحدث عنها صباحا اليوم ترجمة نانسي قنقر